ابني في خطر لو لقينا ان في علامات انه مين ربنا ايه ده هو احنا اتخلقنا اصلا ليه هو ايه اللي بيحصل ده اسئلة كتير يبتدوا يسألوها ولادنا بتخلينا نخاف هو في ايه هو سمع الكلام ده منين محتاجين ندعم ولادنا بحاجات كتير قوي ليه لان ممكن نيوصلوا لالحاد لما يكبروا اولا دعم الاب والام ليهم مهم جدا احنا قدوة لولدنا محتاجين فعلا من جوانا يكون جوانا الدين عندنا حطينه في بيتنا اطار البيت مليان دين دين اسلامي دين مسيحي محتاجين نعلم ولادنا الشعائر الدينية من وهم صغيرين نصلي نروح الجامعة مع بعض نروح الكنيسة مع بعض نعلم ولادنا ايه هي المعتقدات الدينية على كل مرحلة سنية سهلة جدا على فكرة تدخلوا ولادكو في انشطة احنا بنعمل ايه بنعزز عندهم البيز الاساس اللي بيبنوا عليه الدين ولادنا لما في السن الصغير من 3 سنين لغاية 7 سنين احب اقولكو ان شخصية الطفل او الانسان 60% بتتكون تخيلوا مش كتير يعني احنا محتاجين نركز في الجزء ده بس لو سبنا ولادنا ممكن طيارات كتير تاخدهم ممكن يسمعوا كتير من برة يبتدوا مش فاهمين ياخدوا اي طيار ويمشوا فيه فتوصل في النهاية للأسف ان الولاد مش مقتنعين اصلا ان فيه ربنا في الكون نتعامل مع ولادنا ازاي لو لقينا ان ابتدى مش مقتنع ان فيه اله هبتدي اسمع لولادي ابتدي اشوف اتجهاتهم ايه على فكرة فيه اغاني ممكن تخليهم اصلا يوصلوا لمرحلة احنا مش فاهمينها ممكن افلام يتفرجوا عليها ممكن جروب معين من الناس هو داخل فيه عن طريق السوشال ميديا عن طريق اي حاجة ركزوا مع ولادكو رقبوهم يا جماعة مش مراقبة معناه من هم يعملوش اللي هم عايزينه او يكون منفتحين على المجتمع لا يكون منفتحين بس تحت رقابة ليه؟ علشان ما توصلش الدرجة ان انت تلاقي ابنك فجأة مختلف تماما عن دينك ويقولك انا مش مقتنع وهنبتدي نرجع من الاول وجديد ونتكلم معاه ونبين له ايه هو اصلا ديننا اشتركوا في القناة